اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعظم نادي في الكون الاهل فوق الجميع وصلت اللجنة المنظمة لبطولتين افريقيا للكرة طائرة رجال وسيدات بالنادي الاهلي برئاسة محمد الجرحي عضو مجلس الادارة الاعداد لاستضافة البطولتين حيث تقام بطولة السيدات من الخامس عشر الى الخامس والعشرين من مارس المقبل اما بطولة الرجال من الخامس والعشرين من مارس وحتى السادس من ابريل المقبل واكد الدكتور شريف ابو العنين النائب مدير البطولة ان اللجنة تعتزم استئجار اكثر من صالة خارج النادي لاتاحة الفرصة لتدريبة الفرق المشاركة في البطولتين خاصة ان صالتي الامير عبدالله الفيصل والشهداء بالجزيرة ستكون مجغولتين باقامة المباريات بداية من العشرة صباحا وحق العشرة مساء اشتركوا في القناة فاز الفريق الاول لطائرة سيدات الاهلي على فريق الصيد بخمسة عشوطة نظيفة في المباراة الودية التي اقيمت بينهما على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة واكد حمد صوفي المدير الفني ان الجميع شارك في المباراة باستثناء مريم متولي والتي تخضع لفترة تأهيل لتجهيزها بعد الاصابة وجهت نصر عيد لعبة الفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي وأفضل لعبة لعام 2017 الشكر لأعضاء وجمهور الاهلي على اختيارها أفضل لعبة في استفتاء الجمهور على الصفحة الرسمية لكرة اليد بالنادي وأعربت عن سعادتها بفوزها لأول مرة بهذا اللقب مؤكدة معنهم سؤولية كبيرة وحفظ قوي للفوز ببطولة افريقيا التي ينظمها الاهلي في شهر ابريل المقبل رغم صعوبتها وشراسة وقوة الفرق الافريقية المشاركة أدى لعبو المنتخب الوطني لكرة اليد تدريبهم استعدادا لمواجهة أندولا والمقرر لها الثمنة مساء غد الأحد ضمن الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الافريقية لكرة اليد والتي تستضيفها الجابون حتى السابع والعشرين من يناير الجاري وكان المنتخب الوطني قد فز على نايجيريا سبعة وعشرين اثنين وعشرين في مباراته الثانية في البطولة وفز في الأولى على المغرب ثلاثة وثلاثين تمانية وعشرين ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة بالبطولة مباشرة إلى كأس العالم 2019 في ألمانيا والدنمارك موسيقى